الجماعة اللي هم عايشين أكل عيشهم تقارير حقوق الإنسان معروفية زي بايدن حسن قاعدت فرنسا لابد إنه هو دائما لابد إنه يطلع يعني أي حاجة بحيث إنه يعني أنا موجود أنا عايش أنا بخربش أنا باشتابك أنا بكلم عن مصر بيكلم بايدن حسن بيقول إن مصر التالت أسوأ دولة فيه حرية صحفيين أنا برضو إحنا في الوسط وشغالين وبيدن حسن قاعدت فرنسا بيتسكع في شوارعها هناك بيرتزق من جهات التمويل وبيتكلم بيقول إنه مصر يا سلام ده مصر سجن كبير للصحفيين وأنا بقول إنه نقابة الصحفيين نقابة الناس اللي فيها كلهم ناس شغالين في المهنة وكلهم ناس أعتقد إنه على علاقة وصيقة بكل ما يجري في الوسط لو فيه شوكة يعني أصابت صحفيه كل بيتحرك فيه صحفيين مصريين في السجون آه فيه صحفيين مصريين في السجون بس ليه هل هم راحوا السجون بسبب قضية نشر ورأيه في جرنانه أو فيه محطته الفضائية أو تلفزيونه أو غيره ولا رايح بتهمة جنائية وشيء آخر الانتماء مثلا إلى جماعة إرهابية أو ما شابه أنا يعني أنا بقول إنه دولة بحجم مصر وعندي نيابة عامة وعندي مؤسسة قضائية وعندي مجلس قامل حول الإنسان وعندي 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 أتصور إنه أي حد عنده مظلمة هيتقدم لكل دول لكن إنه بايدني حصلت لعيقول مصر تالت أسوأ بلد في العالم في حرية في الصحافة والصحفيين ويقول إنه أصلا الصحفيين اللي ماتوا في هذا العام بتقريب المعمول 293 صحفي تم على مستوى العالم تم القبضة عليهم يعني في السجون على مستوى العالم 293 صحفي بيقول إنه كانوا السنة فاتت 280 وزادوا السنة بقى 293 يعني زادت 13 واحد وفي 24 صحفي ما اتقتل في أماكن عملهم إحنا بنقول إنه إحنا الصحفيين في مصر بتحركوا بيشتغل مش عايزة أنا أتكلم يعني أنا مش هكلم نيابة عن الصحفيين الصحفيين قدروا تكلموا وبقول تاني إنه الرد على ما جاء فيه تغريدة بهايد دين حسن والتقريره يجب إنه يتردى عليه من نقابة الصحفيين أنا ده رأيي أنا برضو مش عايزة زايد على حد وأقول مين يعمل إيه أنا مش بوزع مهام لكن أنا بتكلم كمواطن مصري بغير على بلدي بقول إنه تقارير في يوم الحقول الإنسان العالمي تصدر من بهايد دين حسن ومن بعض الجمعيات أو المنظمات الحقوقية مش عايزة أشتما أقول يعني إنهم إيه لكن طلح تقارير يا أخي رد عليه مين يرد عليه ما منفحش يتساب يعني أنا أنا برضو موضوع إن أنا يطلع حاجة ما ردش عليها ده شايف إنه ده نوع من اللي منطق ولا معقول ولا مقبول ليه واحد بيتكلم حاجة على مصر لازم مصر ترد مصر دي مين لو في حاجة الخارجية بترد في مجال الخارجية أو كذا أو الدولة بترد بشكل أو آخر لكن بتكلم حاجة تخص صحفيين مين يرد مطلوب الخارجية ترد نقابل صحفيين ترد ده رأيي ممكن يكون غلطان بس أنا بقول أنا يعني كراجل مصري كمواطن مصري ده غير على مصر وعلى الصحفيين المصريين وسمعتنا برة إنه التقرير اللي صادر بيقول إنه مصر أسوأ تالت دولة في العالم في حرية الصحافة أو في عدد الصحفيين في السجون فالمفروض يطلع رد هذا الرد من قبل الصحفيين هيكون موجه لكل هؤلاء إلى هؤلاء إنه ما جاء في هذه البيانات فيها واحد اتنين تلاتة خطأ أو صح لو صحوا قولوا صح قولوا أنه عفهمون عايزين نعرف اشتركوا في القناة